تنسحي السمرة لما يكون عندها فرح تلبس ايه والبيضة تروح للانية الواني بصي البيضة تروح للالوان الهدية السمرة تروح للالوان الفقعة يعني السمرة تلبس احمر مثلا لا ايه اه طوام اوكي وتلبس ايه تاني السمرة تلبس احمر تلبس اصفر تلبس اخضر تلبس ازرق السمرة اه مش البيضة اه البيضة بقى تروح للحاجات اللي هي اكتر على نود على باستل تل على اسود جولد سيلفر كده طيب لو احنا الوقت الستات طبعا مش لو هو احنا طبعا عندنا بسم الله ومشاه الله عدد كبير جدا من المشاهدات محجبات خلص احنا الوقت نقينا الفستان على لون البشرة زي ما انتي قلت الطرحة المفتوضة انها تروح لأني ألوان بصي انا مش بشوف ان الطرحة لازم تبقى نفسه لون الفستان خالص لان يعني ما بحبش احس ان المحجبة بلوك واقفة قديني فبالعكس يبقى فيه كونتراست يعني ممكن انا بحب الطرح اللي على نود فيه الطرح الشمري دي اللي هي بتبقى جولد او سيلفر بس مش مطرقعين دول بينفاع على الحاجات كتير اوي اه يعني دول تقريبا بيليقوا على كل الالوان ما بيحكموش سواء سامرة او البيضة صح كده اه اه وبتقولهم كمان ان هما يروح اللون الالوان الفتحة اه طيب لو انا لاتي سامرة ولابسة فستان احمر زي ما انتي قلت احط هنا ايه محجبة اه اي بليف يا اسود اوكي يانود يانود اه والبيضة لو واحدة بيضة لابسة فستان احمر لو واحدة بيضة لابسة الالوان اللي انتي قلت عليها ليا الفواتح خالص تغمق من فوق مش شرط على حسب برضو لو هي هتبقى تربن يعني كده اه ولا لو هي هتبقى كده طب لو كده وكده تنعمل ايه يعني لو تربن ممكن تروح للغوامق لكن لو طرحة كده تبقى فتحة تبقى فتحة مش شرط تبقى نفس درجة الفستان خالص يعني عادي لما نميكس الوان شوية دفنت مع بعض اشتركوا في القناة